اشتركوا في القناة بالنسبة لشغلي في اليابان اشتغل مع شركة توشيبة فأتكلم على فكرة الشغل بشكل عام شغلنا متركز على بناء محطات توليد الكهرباء في اندونوسيا بالنسبة لتخصصي المشروع هذا مشترك في اكتر من شركات ثلاث شركات مشتركة في نفس المشروع كل شركة لها قسم معين في القسم الخاص بشركة توشيبة القسم حقنا مهمته متركزة على أي حاجة متعلقة بالكنترول الإنسرومنت هذا على التخصص من توفير المواد من الكنترولرز من كل حاجة الدوكمينت من وإلى بالنسبة للمحطة كامل بالنسبة للبارت المخصص لتوشيبة إحنا بالنسبة لنا مشتركة بل يتفعل كل الإنسرومنت إحنا علينا أن نشوف الفيندرز نتواصل مع نشوف يعني لأنه عملي له علاقة بالسيلز اسمه System Engineer فلو علاقة بالسيلز لما نتواصل مع الفيندرز نشوف من الذي قادر أن يوفرنا هذا الإنسرومنت وكمان لا علاقة بال ك ك ك كنترول الإنجينير ضلو أعرف هل الإنسرومنت هذه الذي وصلت أو اتجهزت أو بنفعلها متوافقة مع بقية الشركات ولا لا فحين توصلنا للوثاق من بقية الشركات فنبدأ ضلو أن نحس أنه كل شيء متوافق ما يوجد شيء تعارض بين الإنسرومنت التي متوفرة للمحطة الواحدة ف شغلي كشغلي تقريبا 50% إلى 60% منه communication skills تواصل مع الشركات أنا بالنسبة لي أغلبي التواصل تعتبر مع الشركات التي خارج اليابان زميلي واحد ثاني لو أكثر تواصل مع الشركات التي داخل اليابان فالشغل مزع داخل الفريق بس في الأخير أنت تتعامل كفريق أي غلط يتحمل الفريق ككل مش الفرد حصل أنه زميلي غاب لسبب أو ظروف معينة المهام التي تعتبر urgent على زميلي أنا عليها قوم بها فضل أدمجها مع مهامي ورتب جدولي هذه اليوم بحيث أنه أنجز أكبر قدر ممكن فكمان بالنسبة طبيعة عملي مرة ثانية إضافة إلى التواصل معنا تجهيز الدوكومينتز الخاص بال بالكونترول الانسرومنت الإلكترونيكس ديفا لا مش الاشغل ديج ديجي تل الالكترونيكس تغذيبا ديجي تل الالكترونيكس كنت اسم المادة هذه فيها الهار وفيها واند وفيها وفيها ديجي تل ما زاد نسل اسم Digital Electronics فهل المادة هي كثير موجودة في الدوكومنت اللي معانا لان احنا في الاخر احنا بنبني السوفتوير حقا الذي بايفعل رن للبلانت فالسوفتوير هذا التشيك كله على التخصص نحن فظلنا نعرف هل هذا متوافق هل بايشتغل نراجع هل هذا فعلا مبني على نفس الكونسبت الذي الشركات وضعتها نفس الكونسبت الذي الزبو نشتي فمثل ما ذكرت فاذا قسمت المهام حقي communication skills documentation بالاضافة الى عمل الى فشغل كله متركز في هذا الجوانب بالاضافة لانا الفريق حقنا من احنا اربع انجينيرز معانا بعدا اربع موظفين اخرين نعتبرو كسوبورترز ما همش انجينيرز بس هم مهمتهم اذا في في الكاد اذا في اشياء معينة في نوكلها عليهم او شيء اذا في في السيستم لانه هنا في اليابان مركزين على السيستم يمشي بسيستم معين فلما تكون حاجة روتينية نقدر نوكلها عليهم وفعلوها هم فهذا كله الذي له علاقة بشغلي في اليابان جميل جدا انتركزني بعدها قبل ما تبدأ تشغل كيف كانت مقابلة العمل مقابلة 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 كيف بدأت كيف بدأت تخطير بالنسبة لتوشيبا توشيبا اصلا المجدد اذا الى الان ما زالت بس اتوقع انه ما زالت هي تفعل دائما تجي لـ UTM وتفعل المقابلات في الـ UTM فواحد من زملائنا كان اول واحد سافر الى اليابان اذا في بعض شابه بعرفوه بشير الحبيشين فهذا تقريبا جاء اليابان في 2013 أو 2012 فأنا اول ما قدمت لتوشيبا كان اول مرة قدمت في 2014 لأسف ما توفقتش فيها بس اتعرفت فيها على بعض الاخطار الذي ارتكبتها وقت المقابلة فان شاء الله نذكرها بسردها بعدين فبعدين قدمت مرة ثانية بعد الماجستير في 2017 صراحة جاءت فترة تقديمي لتوشيبا على فترة كان فيها كيف نقول لنقول ضعف أو تدني في المستوى يعني خلاص كنت مش مؤمل فيها صراحة صراحة لما قدمت انا قدمت و كتبت كل شيء و كتبت في التعبير ليش اخترت التخصص هذا ليش اخترت اليابان حاولت اعبر بافضل ما يمكن بس لما جيت للمقابلة ما حضرتش لها مثل ما حضرت في المرة الاولى لاني كانت شعوري هذك الوقت انه ما بيقبلونيش لانه عادوا مقابلوا واحد يمني في السنة الذي قبلي فما كنش متخيل انه بيقبلوا يمني مرة ثانية سنتين بعد بعد وتركوا لي الماليزيين فانا دخلت فيها بس انه ايج مثل ما تقول اسقاط واجب هذي كان المقابلة الاولى فما حضرت لها كثير جيت الوقت المقابلة واصراحة انا اعتبر انه ربما لاني ما حضرت لهاش كثير فكانت ايجابية الى حد ما اكثر من كونها سلبية لانهم غالبا في المقابلة الاولى هم قدوم يعرفوا من انت من السيفي الذي قدمته يعرفوا كيف درجاتك يعرفوا انت لاش اخترت فقط الان الشو يسمعوا منك و يشوفوا كمية الحماس هل انت فعلا متحمس انا لما دخلت لاني رحت وانا نفسيتي ما شاء الله تمام فرحت اتكلمت شاركت اتكلمت مع الذي كانت تقابلني لدرجة انه وصل في نص المقابلة انا جاءت اسألها اسئلة ايش معنى هذين ليش يفعلوا في الشركة هذين ايش لانا في واحدة من اسئلة انك تختار ايش ال ايش الى الى تشتيها فانا كنت صريح معهم للاخير قدتم شوفوا انا ما عرفش الفرق بين الى الى هذين ايش يقصده بالفوزيشن هذين ايش الفرق بين الى هذين يعني بين الى ثلاث الفوزيشن ديزعن انجينير سيستم انجينير اند سيلز انجينير قلت لان اشعر انه هذا بعضها قريبة مرة من بعض فبدأت هي ترويلي بمخطط تبع الشركة ترويلي ايش مهام كل واحد بالتفصيل فاخذت انه اخذوا عطا من الطرفين فانا كنت شاعر باريحية في الكلام وحست انه انا متحمس للعمل يعني انا فقط ما كانش اسئلتي فقط على توشيبا حتى في اليابان اتكلمت على اليابان يعني حاولت انه فقط ايش كفضول ومعرفة اكثر منا كانت انا اخذتها كفضول ومعرفة فلما حستتي ربما بالحماس فقامت دفعتني الى المقابلة الثانية وافقوا واتقدمت الى المقابلة الثانية فاوكي قبل ما اتكلم على المقابلة الثانية في المقابلة الاولى حاولت انه اكون صادق في الكلام حقي ما بالغش في الكلام لاني اصلا ما كنتش محظر من قبل فكان اي سؤال او اي تجوبة اشتهى فكانت يجيب صورة عفوية ولمش المحظر الذي معك يقدر الشعور في الاخير هم الذي اعفون ليس المحظر الذي قابلك هو في الاخير صاحب خبره قال له انت مش اول واحد فعل معه مقابلة يكون قد فعل لناس قبلك كثير فيجي وقد داري من الصادق من الذي يبالغ من كذا فبناء على خبرته يقدر يعرف انه انت كلامك الى اي حد واقعين فلما كان كلامي فيها نوع من المصداقية ربما نوع من الحماس فتوقع ان هذه الدفعتهم انه اقبلني للمقابلة الثانية وحقيقة بعد المقابلة الاولى اخرجت من المقابلة الاولى وانا ماسح من رأس اليابان اني جاي اليابان لان قبل ما ادخل الى سنة المقابلة انا اكيد مش متوقع انهم بيقبلوا يمني بعد ما قابلوا يمني السنة الماضية الذي قبلها يعني ثم بعد في المقابلة الثانية لما طلعت النتيجة انهم قابلون المقابلة الثانية هنا اخذتها بجدية دخلنا في قررنا في اليوتيوب كيف تفعل في المقابلات نصاعح كيف تحذر بدت اجهز فرضا اسئلة واجاوبهم من قبل يعني حاولت الاسئلة حقين اربطهم بالمقابلة الاولى ما حطش انه في المقابلة الاولى قلت كلام في المقابلة الثانية قربت كلام ناخذت الكلام الاول حطت كله يمشى في خط واحد في المقابلة الثانية كمان طلبوا انك تعرض مشروع التخرج حقك ايش كان وكذا تفعل على 10 دقائق حاولت حضرته بأقصر واسهل طريقة ممكنة لان في المقابلة الثانية انت بتقابل المسؤول الذي له علاقة بالفرع اللي انت اخترته اخترت فرضا كسيلز انجينير وكسيستم انجينير فيجيبوا لك واحد له علاقة بالتخصص هذا في المقابلة فالحمد الله توفقنا فيها ثم بعد ذلك قبل المقابلة الثالثة اكتشفت انه بعدين في اليابان لان احنا تكلمت لما المقابلة الثالثة كانت في اليابان فقبلها الذي قابلتني في المقابلة الاولى تفعل معي يعني تعرف باليابان كذا وقتل اذا معك سئلة فكنت انا صريح معها قلت له انا السنة الماضية قابلت يمني يعني هل في امكاني انه فعلا تقبلوني معاكم فقط نشوف احنا ما نتعامل معك حسب الجنسية ما يهمناش انت يمني مش يمني اجنبي في ماليزيا مش اجنبي احنا جبناك من ماليزيا نعام لك انك ماليزي جبناك من اندونوسيا نعام لك انك اندونوسي وفعلا حتى بعدين شفت مخطط فيما بعد لما دخلت في خانة ماليزيا اسمه مسجلة في خانة ماليزيا وزميلي ثاني يمني قدم من اسبانيا اسمه كان مسجل في الخانة حق اثر اخرى ورجع تقول الحمد لله ان اسمه اه كملت المشوار الاخير والحمد لله الحمد لله بالنسبة صح في تفاصيل وطبيعة السلاح لانه ما يخدش يعني لو دخلنا فيها بالتفاصيل ما بيكفي نش الوقت فبيمكن اي واحد من زملائنا الخريجين وغير الخريجين الذي يشي يدخل معي في التفاصيل حولها نتواصل الاناويه في اي وقت اسمي موجود في الواتساب حق ال جروب الواتساب فيدخل ناقشني واسألني وان شاء الله اتخل الاناويه في التفاصيل لو شين ارسله بالوثائق اللي قدمتها ما في معي اي مشكلة وان شاء الله فايدة تعمل جميعي ان شاء الله ومشهور خلف شكر نسيت اذكر نقطة واحدة بالنسبة للذي شو يقدموا للتوشيبا التقديم غالبا في شهر ثمانية او تسعة تبدأ تنزل في الواتساب في الويبسايت حقهم من الويبسايت حقهم تدخل تبدأ تقديم عادي فهم دائما القبول بالذات اللي جاي من خارج اليابان معهم فترة واحدة فقط لها اللي هي هذه الفترة فيكون بعدين معك في شهر داعش المقابلة الاولى المقابلة الثانية شهر اثناعش او بداية شهر واحد والمقابلة الاخيرة في شهر اثنين بعد المقابلة الاخيرة بسبوع او سبوعين يرسلوا لك النتيجة ثم بعد ذلك تلتحق هذا في شهر اثنين تلتحق بيتوشيبا من شهر داعش من نفس السنة في الصيف خلال الصيف منشان نستغلوا الصيف هم يرسلوا لنا فيديوهات منشان تعلموا اللغة اليابانية قبل ما نسافر اليابان في شهر داعش معنا كورس اربعة شهر ياباني هذه فقط اللي يخذ فكرة كيف البروستس تتم للتفاصيل ان شاء الله اي واحد يتواصل مع الخاص بجيبه للتفاصيل حول كيفية كيف اتصرفتنا في المقابلة ايش كان الاسئلة وكيف كان طبيعة الاجابات حقي ان شاء الله الفائدة تعلم بس سؤالا سريع يا اخ محمد هل المقاعد اعتقد على كلامك انه بياخذ شخص واحد في كل مرة تقديم صحيح اوكي انا لما اتكلمت انا نسيت اتكلم على انا اتكلمت على ظني انهم اخذوا فعلا كنت اظن انهم اخذوا فقط شخص واحد اتضح انه هم لهمش علاقة بالشخص هم حسب التخصصة حسب ال الوظيفة اللي انت اخترتها فرضا هم انت اخترت وظيفة حصل انه مجموعة زملاء في كلية واحدة كلهم اختاروا نفس الوظيفة فطبيع انه بيختاروا شخص واحد بس اذا فرضا كل واحد اخذ وظيفة مختلفة عن الثاني فهذا معنا انه في فرصة انه يقبلوا اكثر من شخص انا في سنتي قابلوا سنين من ماليزيا من اندونوسيا تقريبا كان منهم ثمانية الى تسعة اشخاص فمش شرط انه شخص واحد او شخصين يقبلوه من نفس الدولة قد سبحان الله ربما في سنة من سوات ما قبلوا شحد ليش لانهم شافوا في التخصص هذا من دولة ثانية افضل من ماليزيا فاختاروا ذي من الدولة الثانية طهب جميل جدا اه قبل ما ننتقل الى نقطة ما هي المحلات التي تطلبها الشركات الكبرى اعتقد فيه هنا سؤال يعني اه متعلق بالول متعلق بهذا السؤال هل الحق توشيبا يطلبوا انه يكون اه بكاليريوس فقط او يكون ماستر ماجستير بالنسبة لتوشيبا حسب الجوب نفسها وقت التقديم انت وقت التقديم بيجي لك الاشتنال المفتوحة فتدخل على واحدة بعضها ما يطلب الا بكاليريوس فقط بعضها بالذات اللي لها علاقة بالريسيرج والديزاين قد يطلب منك ماجستير بعض التخصصات تطلب دكتورة بس الدكتورة نادرة يعني انا اذكر السنتي كان مفتوح يمكن ثلاثين جوب بوزيشن فقط ثلاثة من كان طلب دكتورة يمكن خمسين الى ستين في المية كان بكاليريوس يكفي فهو حسب الجوب بوزيشن في الاخير جميل طيب بشكل عام اي شي المآهلات وما هي المآهلات التي تطلبها الشركات الكبرى كمهارات جانبية مثلا كان يكون شخص متبكد في الصوليدور في البروغرامي يعني بالنسبة مثلا متخصص الكهرباء والميكاترونيكس ايش الشركات هذه الكبرى مثل توشيبا ايش تطلب قبل ما اتكلم على الجانب الاكاديمي او اللذي العلاقة فرضا بالدرجات او البرمجة بتكلم في الجانب الاخر غير اكاديمي المهارات الاخرى الشركات في الاول تركز ليش انا في البداية قلت انصح الشباب انه يدخلوا في الاتحادات والاشيه هذه لان الشركات في الاخر تشتي واحد قادر يتعامل مع الضغوط الذي حوله طبيعي انك لما تدخل العمل بتصادف بعض الضغوط وتاسكات كثيرة فكيف تتصرف فالطالب الذي فقط طول حياته فقط كان كتب ولا غير هذا بيخذ نظرة للشركة انه هذا الطالب مش قادر يتصرف في الظروف الاخرى ربما العكس وفعلا تصرفه كويس في الجانب الاكاديمي وجانب الحياة بس ما معش مثل الذي نقول اثبات على ذلك فهذه النقطة مهمة هم يركزوا عليها كيف تصرفاتك تحت الضغط كيف هل انت قادر ان تفعل ملتس تاسكينج ولا لا فبمثال حتى وقت المقابلة ينصح انك تطرح هذه اذا معك تجربة في هذا المجال اتكلم عليها اذكر مثال حتى لو هم ما ذكروا لكش السؤال انت اخلق من نفسك في الكلام واترح هذه النقطة عندك مهارة التعامل والتواصل مع الاخرين هذه مهمة يعني واحدة من اشياء اللي كانت مركزة في توشيبا ان المتقدم يجب ان تكون معاول لغة انجليزية فهذه واحدة كانت من المهمة لانه في الاخير هم يشتو كمان اجانب من شأن اليابان الان بدت تنفتح اكثر واكثر على العالم وهذا ولدت فرص الاجانب داخل اليابان فهم يشتو في الاخير واحد اجنبي يتعامل مع الناس الذين من خارج الاجانب الذين من شركات اخرى فانتظروا تثبت انك قادر تتكلم بالانجليزي صحيح تفهم سريع داري كيف توصل معلومات الفكرة اللي في رأسك داري كيف توصلها للطرف الثاني هم يدوروا مثل هذه الاشياء وكمان يدوروا نقطة الاستمرارية وتوقع علي كل الشركات من الغلط ان واحد في المقابلة يدخل وقولهم والله انا ناوي اشتغل معكم ثلاث سنوات خمس سنوات واخرج وهذه كانت غلطتي في 2014 لما قدمت انا جبت لهم بصراحة زيادة عن لزوم انه اليابان مش مفكر اجلس فيها كثير قد اجلس فيها خمس سنوات واخرج الشركات كلها دارية انه ما فيش واحد بيدخل الشركة وقولك انا ناوي اجلس مدى الحياة لا هم دار من انت قد تجلس ثلاث سنوات وتخرج قد تجلس اقل من ذلك او اكثر بس لا تذكرها لهمش فهذه اشياء معينة يعني غير الجانب الاكاديمية بالنسبة الجانب الاكاديم الذي لا علاقة من مهارات برمجة او جانب اكاديمي او معرفة عميقة في جانب معين هنا اعتمد على الجوب بوزيشن الذي قدمت لها بعض الجوب بوزيشن ما تطلبش منك عمق في البرمجة كيف اقولك صح انه تعتبر ايجابية انه معك ان انت قادر معك شهادة او قادر تبرمج شيء قادر تشغل على برنامج فلاني بس في الاخر كله اعتمد على الجوب بوزيشن الذي انت اخترتها اذا الجوب بوزيشن حقك في السيلز ما يطلبش منك انه تكون فاهم كثير في البرمجة بس اذا الجانب الجوب حقك فيك اخترته في الديزاين فهذه الحالة الجانب البرمجة مهمة سواء في الماتلاب سواء في صوليد ووركس سواء في سي بروغراميج والمثل اذا اخترت انك تشتغل في الـ R&D Research and Development Section هذا في الاخر اكيد بتحتاج خبرة ومعرفة في البرامج ربما مثل هذه تطلب من الواحد كمان ما تستير فيها على الاقل ف مثل ما انا ذكرت في جانب النصائح اتعلم البرمجة بس كمان يخلها في بالك لا تحطهاش انه مثل الهوس انه ضرورة تتخصص انك تشتغل على البرمجة هذا لا قد تشتغل في شيء ما لاشو علاقة بالبرمجة بس البرمجة هذا بيعتبر دافع لك ربما في سنة من السنوات قد تغير تحطه بالتخصص تدخل في عمل جديد اذا كنت متقنه ايام الجامعة فذيكون كويس لانها توافقت مع رغبتك وكمان حاجة ثانية هذه بعيد عن الشركات الكبرى تطلب من ايش تطلب من الموظفين انا بتكلم كنصيحة للطلاب انه احنا كطلاب خريجي جامعة خبرتنا صفر لنكون واقعين خبرة صفر ما فيش خبرة فاناك انك تشتم من شروطك تشغل بشي فلاني او حسب مزاجك شبه معدوم الا في حالة واحدة اذا لك انت فعلا متقن لشي والشركة تريد الشيء اللي انت متقن له بس اخذ في بالاعتبار انه في ناس اخرين قد تكونوا متقنين لنفس البرنامج الذي انت متقنه معهم خبرة فانده في البداية تنازل استفيد خبرة من الشركة هذي اجلس فيها ثلاث خمس سنوات لما تبدأ معك خبرة بعدين تقدر تنقل للشركة ثانية وتفرض شروطك عليها او تختغير لجوب بزيشن ثاني بناء على ايش مزاجك او شروطك او ميولك هنا الان انت اصبحت من نقطة قوة لانا معك خبرة والشركة الثلاث تتدور هذه الخبرة جديد من جل النقطة اللي بعدها هل نحن كنت قدمت في اماكن اخرى غير توشيبة او كانت هذه المحاولة الوحيدة وتوفق فيها بالنسبة للتقديم انا اتخرجت من الجامعة في بداية 2017 وحصلت القبول حق توشيبة في بداية 2018 يعني احنا نتكلم على سنة كامل من عمرك اكيد في هذه السنة قدمت على منح صراحة ان في البداية كان تركيزي كثيرا على المنح لكن في المنح كنت اشتي مثل ما انا ذكرت في البداية كنت اشتي سكوب معين فكان في السكوب المعين هذا يا انك تتصادف مع الناس معهم خبرة فتدخل انت فقط في الاحتياط ما تخش في القائمة الاساسية او بعضها قد يكون المنحة لما تقرأ عليها ما اعجبتني او في بها شروط صعب اوفيها يعني كانت جات لي منحة في الملك فهد في السعودية لكن للأسف لما جيت اقدم لها تشاهد لي انه في الاخير صعب انه اليمنين حصلوا بالذات مع ظروف الحرب في اليمن وكذا صعب انك تحصل الفيزة للسعودية ان ما كانش مستحيل وناس شبابات حاولوا وتواصلوا معين قالوا لا اتعبش نفسك وتواصلت انا مع واحد من زملاء ابي في السعودية ولأسف رد لي بنفس الخبر وان جاءت لك المنحة بس الحكومة هذا قرار من الحكومة الجامعة ما تقصف على شيء لما يكون في قرار من الحكومة فبعضا قدمت على في البداية كان تركيزي كثير على المنح حاولت اقدم على شغل داخل ماليزيا بس للأسف ما توفقت فالحمد الله بعدين لما جيت افكر بخارج ماليزيا اخترتنا طريقين الاول ان اسافر استراليا نفس الشباب وفي هذا السنة والنص من هناك بدأ اشوف لي طريق سواء في الشغل او في المنحة داخل استراليا والخيار الثاني كان اليابان وان كانت اليابان يعني بعد المقابل اولى مستبعدها تماما واصلت على فكرة استراليا قدمت كذا وحصلت للفيزا وكان كل شي تماما في شهر اثنين جاءت القبول حق اليابان خلص كنسلنا بعدين الخطوط كامل في نفس الفترة هذه انا زيت قدمت على منحة اخيرة قد هذه المنحة الاخيرة الذي باجربها قدمت في نيوزلندا على منحة وكانت بدأ الدكتور لتواصل معي الذي قدت لكم جاء تواصل معي وقال لي ايش معك في ايش من بروغرام قد اشتغلت واش كيف مستوىك في البروغرامينج وكذا بس هو جاء تكلم معي بعد ما قد وافقت على القبول حقا توشيبة فردت عليه عفوا شكرا على اهتمامك بس حين قد جاء لي قبول من شركة ثانية ووافقت عليها قبول عفوا فرصة عمل في شركة ثانية ووافقت على الفرصة فنصيحتي للشباب بالذات الخريجين كمان لا تقدمش على شيء واحد وتنتظر النتيجة على الاسف كانت في البداية عامل كذا قدم وانتظر لا قدم على اكثر من واحد ولي تسبر تسبر واذا حصل فيهم تعارض يعني اكثر من واحد قبلك ادرس واستشير بين الخيارات اللي معك وشوف قلبك مليفين ومشي عليها وربك يوفق صحيح نزل للنقطة التي بعدها هو يا ودي هل بيئة العمل يعني الفرق بين بيئة العمل والدراسة التي تدرسها بالنسبة لبيئة العمل والدراسة في الاخر احنا دراستنا بالذات في اليو تي ام للاسف انا مش داردة الان اتغيرت لان اتغير المهاج كثير مقارسة بسنتي بس في السنة ثني كانت كثير كنظري ورياضيات بس ما فيش تطبيقه على الواقع اه انا ما بتكلمش على توشي با باعتبار انا شغلي اه مكتبي كثير اكثر منه كتقني بس بتكلم انا على التريننج الذي فعلته في اليمن بعد سنة ثالثة عملت التريننج الذي كل الطلاب يخذوه عملتها في الشركة في اليمن وفي الشركة يعني لما كان المهندس يجي يشرح لنا في البداية ما كانش يفتهم لنا ايش يقصد بالضبط في الكلامه على الرغم منه انا وزملائي كان كل احنا فرست كلاس نعتبر يعني ثري بوينت سفين وفوق بعدين المهندس قام يقول شوف انتو اخذتوا المادة الفلانية صح وبدأ يقول لنا شوفوا هذه كانت القوانين شوفوا تطبيقها على ارض الواقع وللأسف هنا كانت الصدمة يعني احنا قوانين احنا حافظينها بس بارض الواقع احنا مع عمرنا طبقناها للأسف هذه تعتبر انا شوفها سلبية كثيرة في الجامعة ربما الان تكون تغيرت الامور وتحسنت اكثر يعني حسن التخصص تتوقع انه تحسن كثير لما توصلت اخر مرة عنه وشباب داخلوا الميكاترونيكس شوفت انه المهج تغير الى الافضل بصورة كبيرة يعني ففي الاخير هذا بتكلم على كمواد اما كبيئة مثما ذكرت بيئة كبيئة في اليابان اختلف عن بيئة خارج اليابان في خارج اليابان حقك البرفورمانس طاغع يعني اذا انت البرفورمانس حقك كويس والتيم حقك المستوى يعني اقل شوية شيء عادي اعتبر في الاخر هم يركزوا كثير على فمسؤولية الفريق هذه خلال مرحلة الدراسة نتعلمها بفرضا من الانشطة التطوعية التي نعملها تعلم كشغل في فريق كمان من الـ Group Assignments هذه لها تأثير كثير يعني انا لو جيت الان مساكت شغلين مثل ما قلت انا شغلين عبارة عن بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية احنا بيخذ القسم C&I Control Instrumentation نقسمها على Milestones أو Tasks أو نسمي ايش ما سميناها المايلستون هذه اعتبرها كـ Group Assignments معاك تاسك موزع على المهام الذي الفريق كامل كل واحد يقوم بمهامه انت كانت المهام سهلة وكملتها سريع ادعم زميلك مشان نكمل حقه بداية الامر قد انت في بداية الامر ما يفتهم لكش وما يفتهم ليش ايش المطلوب مني بالضبط هتجي لعند المدير حقك المرة الاولة يقول لك ها سأعمل كده كده ارجع تشتغل عليها تروح تزال زملائك قد اوكي قد ما تفعلش الذي كان المدير اعملها بس اقل شي ايش عرفت ايش الشغل الذي انت المفروض تفعله ترجع له عند المدير هنا المدير شابك اشتغلت فيجي يجلس انتاهو يجلس معك واشرح لك بالضبط ايش قزته ايش الذي هو ايش يوصل لها بعد انت ترجع انت تشتغلها مرة ثانية وتقدمها للمدير مرة ثانية المدير الان خلاص افتهم له اذا عاد معه نقاط تعديل قوية قد يحطك تعدل معه النقاط تعديل ضعيفة يصلحوا من عنده وخلاص وسلم الـ Proposal او سلم الـ Task هذك تعتبر كـ Finish شبيه الى حد ما في الـ Group Assignment الذي اتكلمت عليها فهذه واحدة من الاشياء يعني بس في الاخير كبيئة عمل انت في الاخير عليك ضغوطات كثيرة معك Deadlines كثير وانت ما تشغلش على Task واحد بعض الوقت الواحد قد كنت تشتغل على اكثر من Task في نفس الوقت وTask ربما انت قد انجزته وكملته بس بسبب تعديل حصل في المحطة بس اضطر ترجع تعيده مرة ثانية وتكرره مرة ثانية تشتغل عليه فضرورة مثلما قد تكون معك Multi-Tasking هذي ضرورة تعرف كيف تدير وقتك كيف تعرف ايش الأولوية لمن حتى بعض الاحيان لما يكون في ضغط كثير اجس مع المدير الحقيقي بصار اي حال عبارة وقول له مستحيل اعمل هذه كلها في نفس الوقت فيجي يقول لي محمد مش المطلوب منك تعملها كامل المطلوب منك انك تفعل ادارة وقتك تشوف اين الاهم تبدأ بالاهم واللو priority تأخرها شوية اذا ما قدكش تعملها وهكذا لما تمشي تبدأ الامور تتحسن للفترة الذي الشغل فيها يقل فأنت تمشي امورك تنجز المهام حقك فبعكس الجامعة في الجامعة معك فرص حتى لو تأخرت فرضا في الـ Group Alarm بجيب الفروقات يعني في الشغل كيفما قلت لك مثل ما قلت معك Deadlines ذرته في بهن وبعض الحن الـ Deadlines اذا كسرتها في عقوبات في غرامات على الفريق ولا على الشركة في الـ Class غالباً صح في Deadlines بس قد اذا جئت كلمت الدكتور وتكلمت معه وناقشته قد يساعدك انك يمدد لك بالـ Deadlines شوية لنهاية قبل الـ Final Test بس بالشغل هذه مش موجودة قد تتأجل بس بعواقب فنصيحة كانت من المدير الحقيقي انه اهتم كثير بالـ High Priority فنظر الواحد يتعلمها هي تجي مع الوقت كيف اقدر اعرف انه المهام الذي عليها من الـ High Priority من الذي الـ Urgent task من الذي بما بعد في حالة يعني ما قدرت تعرفها ما بش مانعنك تروح لعند المدير حقك تسأله او للـ Team Leader ايسر الـ High Priority انا صراحة مجداري كانت بعض راحين اروح لعنده وقول له كده انا مجداري الان اين الاهم او اذا جاب لي مهام جديدة اقول له من عندك الاهم هذي ولا هذي من ابدأ الان فهو يجي بالنصاح ونشتغل عليها ان شاء الله سكوئ الاجابة متوافقة مع السؤال هذا اجابة كاملة مشكور طيب يعني بالنسبة للـ كيف فرص العمل يعني في اليابان بالنسبة للشركات اليابانية المتوفرة غير بعيدا عن توشيبة المتوفرة للطلاب والخريجين او انهم منفكرين ومنغلقين بالنسبة للفرص هذا السؤال صعب شوية لانه في الوضع العادي الفرص متوفرة بس نخذ في بالانه حاليا في ظروف خاصة بسبب الكورونا وهذا اثر على كثير من الشركات طبيعي مادم اثر على الشركات بيأثر على التوظيف فرح نستبعد وضع كورونا على جنب فانا بتكلم على الشركات بشكل عام قبل كورونا وان شاء الله الشركات بترجع لنفس الوضع يعني خلال سنة او سنة ونص او ما الى ذلك الشركات اليابانية مثل ما ذكرت من قبل الان تتجاه الى ان تنفتح على العالم لما جاءت ان تنفتح على العالم اليابانيين ما معهمش اللغة الانجليزية التي تساعدهم انه يتناقشوا مع الغير بصورة مريحة فهم الان يستهدفوا انه يستقطبوا عمالة اجنبية لداخل البلاد مش فقط شركة توشيبا بغاية الشركات وهذه ايش فا ايش تستفيد منها الشركة واحد تستفيد انه ترفع من الملف الشركة نفسه يعني كسمعة شركة تعتبر انها ملتي انترناشنل تقبل كل الناس هذه تعتبر سمعة في الاخير للشركة عندك الشيء الثاني هو مستفيد انه الاجانب خلوهم في الاقسام الذي لا علاقة بالتواصل مع الشركات الاجنبية فهي تسهل على نفسها وتسهل على الشركات الاخرى والحاجة الثانية انه تعرف بالثقافة اليابانية للغير لما انت تستقطب عمالة اجنبية معتل ان انت الان بدأت تنفتح على العالم اكتر تعرف بثقافتك للاخرين والاجنبي هذا لما يجي لبلادك اكيد في الاخير بيتعرف لغتك بيتعرف على ثقافتك وانشرها لغيره فمثل ما تقول فهم في الاخير يدوروا فرص الفرص في اليابان افضل طريقتين الاولى عن طريق تدخل موقع الشركة انت كمهندس تغير تدخل في سنة ثالثة او في سنة رابعة تعرف على الشركات التي لها علاقة بتخصصتك فرضا في اليابان كيف مستوى الشركات هذه وتبدأ تحدد لك لست بالشركات تم ادخل اتعرف على متى وقت تقديم حقهم من شان فرصة العمل غالبا هم تقديم فرصة العمل في اليابان يكون من شهر ثمانية الى شهر واحد بعد الفترة يعني فابدأ شوف الشركات شوف ايش يشجو منك وقدم هذه في الاخير احنا كالطلاب خريجي جاء يو تي ام سمعة يو تي ام قوية من بين افضل الجامعات في شرق اسيا فمقبولة على طول ما فيش اي مشكلة في الجامعة فانت ابدأ قدم وورجهم السيبي حقه وشوف وهم اذا اعجبهم السيبي بيتواصلوا معك هذه الطريقة الاولى وتعتبر هي افضل طريقة بعدين برجع اقارن بينها وبينها الطريقة الثانية وبعد ما تكلم عن الطريقة الثانية الطريقة الثانية انك تجي عن طريقة hiring agencies تروح لعنده ايجنسي سواء تقدم عليها عن طريقة الايميل اذا الاجنسي داخل اليابان او تكون ايجنسي عالمية مثل كويست تقدم السيبي حقك انا اشتري الشغل في اليابان هذا السيبي حقي وكذا هم بريدو يشوفوا ايش الفرص المتوفرة التي لها علاقة بمجاله وتواصلوا معك يقولك معك هذه الفرصة هلم تريد полيسة انت تريد وتختار الايجابية الطريقة الاولى لما اتقدم عن طريقة الشركة هنا نظاممهم في اليابان ان انا اقدم لك الشركة العقد العمل العقد مدى الحياة يعني الشركة مش من حقها تفصل الموظف إلا في حالة الموظف أخل بالجانب الأخلاقي سواء رشوة أو خل بقوانين اليابان فبالي الحالة بإمكانهم يفسروك غيرها ما لهم أي حق بيفسروك أقصى شيء يمكن يعملوا أنهم يحرموك من البونس الذي يجيبوها مرة أو مرتين في السنة هذا تقريبا أغلبية الشركات الكبرى في اليابان هم ماشين على هذا النظام بس فيه خبر من النظام هذا الشيء يلغو فهذه الشركات هي مستفيدة منك ما أقولك شنو الشركة خسرانة الشركة مستفيدة منك لأنها إيش الفكرة الآن الشركة تقول لك أنا الآن أقدم لك وظيفة مدى الحياة بس في المقابل الراتب بيكون أقل شوية من الذين يجوا عن طريق الهيرينج يعني إذا أنت معاشك نفترض ألفين دولار الثاني قد تكون معاشه ثلاثة ألف ألفين وخمسمية بس بالمقابل أنت بجانب المعاش حقك الذي بيكون مدى الحياة فيكون معهم بعض نقول مساعدات جانبية مثل السكن أنا الآن بالنسبة للشركة تدفع لي سبعين في المئة من السكن في أول ثلاثة سنوات وخمسين في المئة بالسنة الرابعة والخامسة عندك الآنشوري حق حق الشركة غالب حق الشركات الكبرى يكون معهم إنشورنس أحسن من الشركات الثواني فيكون معهم أشياء يجيبوها لك في غط النقص الذي بينك أنت وبين الذي جاء عن طريق الهيرينج وكما مثل ما قلت أنت الذي جيس عن طريق الشركة على طول غالبا وظيفة مدى الحياة بالمقابل الثاني حسب الحاجة أنا احتجتك في المهام قد تجلس معي سنتين ثلاث أربع خمس حصلت أزمة معينة أقدر أقول لك للشركة الخاصة مع هذا الشركة الموطب حقي فالذي جاي من هيرينج معهم لنقطة هذين وقات في أي لحظة الشركة تتخلي عنك في الأخيرة الثنتين لان إيجابيات وسلبيات الشبب يمكنهم نقراه عليها بس الذي أنا أشوفه أفضل أنك تجي عن طريقة الشركة باشرة لأن فيها امتيازات أخرى غير المعاش نفسه شكرا جزيلا بشماندس ألا نجي حدثنا على الحياة في اليابان بشكل عام وهل كانت اليابان مثل توقعاتك أو يعني كانت تختلفة عن ما تنتوقعها وكم مدى الاختلاف بينهم بالنسبة للحياة في اليابان أول حاجة أظن أن نخبر عن تبار أن الحياة في اليابان عبارة عن Working style society يعني الشغل في الأخير هو الأهم هو الأول يعني مقدم على كل شيء مؤخرا في السنوات الأخيرة بدأوا يميلوا إلى أن الفامالي برضو مهم والأسرة وكذا بس ما زال يعني عندهم الشغل هو مهم جدا 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 يعني قد تحصل في اليابان الموظف يجي لك يشتغل من ساعة سبعة أو ثمانية ما يخرج من الشركة لساعة عشر الليل ساعة الليل فهذه الشيء عادي يعني أنا بدخل بعدين في التفاصيل على هذا الشيء بعد ما كمل النقاط بدخل على ليش هم يفعلوها في هذا الشيء الحاجة الثانية في اليابان الذي فعلا يعني الحياة في اليابان وانذهلت منها حقيقة السكك الحديدية القطارات في اليابان يعني في ماليزيا فرضا القطارات موجودة في العاصمة في بعض الدول الأخرى القطارات موجودة فقط في المدن المهمة أنا ما تكلمش على القطارات عادية أنا أتكلم منك تقدر تروح لأي مكان بالقطار هنا في اليابان لا بإمكاني أروح لأي منطقة في اليابان عن طريق القطارات في المنطقة هذه حتى وإن كانت بعيدة إذا كان استثناء أماكن القرى والكذا يعني في أي مدينة في اليابان شبكة القطارات فيها رهيبة توصلك لأي مكان يعني أنا لسنتين هنا بدون سيارة ما حسيت أن السيارة لها تأثير كبير رهيب فهذه صراحة شيء رهيب يعني حتى لما أشوف الخريطة حق القطارات حقهم فعلا ما شاء الله ربطوا لك المدينة بصورة رهيبة يعني عن رغم أنه اليابان يعني منطقة توكيو والمدينة التي أنا فيها يوكوهاما تعتبر من أكثر المدن ازدحاما على مستوى العالم ما تكلمش عن مستوى اليابان عن مستوى العالم يعني أنت معك في اليابان التعداد السكاني ما يفوق المئة مليون نسمة اليابان مساحتها لو جئنا قارناها باليمن مساحتها أصغر من اليمن تقريبا ولكن للأسف 70% من الأراضي حقها صعب أنه يكون فيها سكان بسبب الظروف جبال أو مش مناسبة فأغلبية السكان هذا يعيش بـ 30% من من المساحة أغلبية السكان هذا متركزين في العاصمة والمدينة التي أنا فيها فأنت يتخيل أن السكان هذا أغلبية تستخدموا القطارات فتخيل في عقلك كيف تكون السككة الحديدية حقهم الشبكة حقهم حق القطارات كيف تكون فهذه كانت بعلاً رهيبة الحاجة الثانية أنا ذكر واحدة من الأشياء كمان الذي أعجبتني في اليابان وقد ذكرتها أن المدن يعني إذا وجدت في أغلب الدول العالم فتحصل فرق شاسع بين العاصمة بقية المدن في اليابان صح أن العاصمة فيها فاصلتز أكثر وصح أن فيها أشياء أكثر بس كتصميم المدينة والفاصلتز المهمة موجودة في كل ناحية من نواحي اليابان تروح لأي منطقة إذا استثنيننا فرضاً الشركات الكبرى والأشياء هذه تقول كأنك عايش نفسها في توكيو فتحس أنه ما أهلش الفرق صح فيه فرق بس مش فرق كبير مثل ما تحصل فرضاً إذا قارننا فرضاً جهور أو ملاكة بكي إيل فتحصل فرق شاسع بس في اليابان الفرق الشاسع بين المدن مش موجود فيه فرق بس فرق بسيط في كمان من بين الأشياء التي أصراحها بالنسبة للحياة في اليابان واليابانيين ما شاء الله شاء فيه باحترام أدب غير طبيعي يعني طريقة كلامهم طريقة تقديرهم منك أجنبي يعني أنت كأجنبي حتى لو أخطأت بيقولك عادي أجنبي مش متعود على طريقتنا ما بيجيش يقول لك هاي هذه مش بلادك للأسف أنا حصلتها كثير في ماليزيا كنا نحصلها وكمان العنصرية للأجانب مش موجودة يعني ما بقولش مش موجودة نهائيا بس مش موجودة كثير يعني على مستوى ماليزيا إذا حصل بالذات لأصحاب الزملاء الذي معاهم بايكات ولا سيارات وحصل حادث مع ماليزي وحضره الغلطان لا تروح ترفع شكوى عليه أنت المودف أعتقد هذا معروف في الماليزيا في اليابان لا أنت لك حقوق أي واحد يغلط عليك من حقك ترفع دعوة عليه من بين الأشياء للدرجة أن بعض الأحيان أكون أنا ماشي في الشارع يعني والتفت تشوف على حاجة وبالغلط تصدمت واحد بالحال أنا الذي مفروض أعتذر لا بالعاكس هو الذي يقوم أعتذر لعندي هنا في اليابان يقول لي آسف أنا آسف أنا الغلطان جاء يقول لا أنا الآسف مش أنت فالشعب هنا ما شاء الله فيهم أدب واحترام للطرف الثاني بصورة كبيرة جدا ما قد شرتاش في مكان ثاني ومن بين الحياة في اليابان كمان الشعب لا يحسي سكس إنك أجنبي وغريب فقط أشياء الذي بتشعر فيه بأنك أجنبي لما تشوف اللغة حقهم إذا أنت مش متعلم اللغة حقهم بتحس إنه أوكي في صعوبة شوية بس إذا أنت متعلم لغتهم تشعرك أنك صاحب البلد نفسه هذا بالنسبة للإيجابيات الحياة في اليابان لو جئنا لسلبياتها مثل ما ذكرت في البداية إنه البيئة والفكرة إنه الوارك أولا يعني الشيء طبيعي إنك تفعل overtime بالعكس في بعض اله 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 انت المفروض تفعل overtime يعني هم يفعلوا في بالهم إنك بتفعل overtime بتفعل overtime على أقل ساعة أو ساعتين إضافية بعد الساعة خمسة هل هذه تعتبر السلبية بالذات الأجانب لأن تعتبر ضغط عملي يعني عندك السلبية الثانية كمسلمين واحد يفتقد البيئة التي كانت موجودة في ماليزيا يعني الجو الإيماني المصلى الأذان الصلاة في جماعة هل للأسف ما تحصل هاش في اليابان وفعلا واحد يفتقدها ويفتقد الجلسات مع إخوانه وكذا وحلقات القرآن وتحفيظ هل الأمان نعمة المفروض الشباب يستغلوها في في ماليزيا لأنهم بيفتقدوها لما يروح الدولة ثانية غير مسلمة وكمان للأسف هنا في اليابان الجالية الإسلامية ضعيفة ما ما فيش مع أنشطة قوية وكثيرة أما الجالية العربية لأسف شبه معدومة هذه واحدة من السلبيات للأسف هذه واحدة من الأسباب أنه ربما بالذات العرب كل واحد متفرق في منطقة بعيدة عن الثاني فصعب أنك تجمعهم في مكان معين يعني إحنا اليمنيين هنا يمكن في اليابان يمكن عشرين شخص أو أكثر بس للأسف كل واحد موزع في مدينة ولا حتى اللي في المدينة الواحدة بس كل واحد موزع في طرف من أطراف المدينة فصعب أنك تجمع وتفعل كاتحاد أو جالية بينكم البي فهذه واحدة من الأشي الذي يفتقدها كمان واحدة من السلبيات هنا في اليابان الحلال الأكل الحلال يعني هنا الشعب الياباني بعيد عن الذبح لغير الله ولكذا هذي أكيد يعني واحد ما يجوز أنه يكل الذبح حقهم بس أنا بتكلم حتى في الأكل الذي ما مشلح ما يستضمن حلال لأنه يزود الخمر في كل شيء يفعلوها نكهة في الأكل على كل حاجة فلأسف لما نروح مطاعم دور تسألهم إيش استخدمتم من مكونات إيش فيها هل فيها خمر ولا ما فيهاش فتبدأ دور تتناقش وتعرف عليها الحلو يعني مثل ما ذكرت في نقطة الاحترام لما تتعامل مع زملائك ويعرف أن عندك أشياء مثل هذه الأشياء أنك ما تحب هاش لما تروح نتويهم لمطعم يحاول يختار المطاعم التي توفر الأشياء هذه إنه لا يستخدم الخمش في لا أكل حقهم يكون فيها أقل سمك فهم يكل لحم لأي حال أنت تكل سمك بس هذه نعاني من نحن كثير يعني ما يمكن نعرف أي المطاعم الحلال لذلك أنصح الذي يجي اليابان يتزوج قبل أن تجي اليابان يجيب عائلتك معك في اليابان هم الذين يطبخوا لك في البيت فترتح من الخوف من هل الذي أكلته أنا حلال ولا مش حلال بالنسبة للمنتجات الحلال نحن نقدر نحصلها عن طريق الذي عامل بزنس مع شركات في الهند أو باكستان أو ويندونوسيا أو ماليزيا فيوفروا المنتجات أو الذبائح في اليابان يجي عليها خطف حلال فنحن بعد نشتريها مثل هذه الأشياء فهذه واحدة المسلبيات قصة قضية الحلال والحرم ضرور واحد يكون حذر فيها في اليابان أكيد في كل الدول غير مصنظر تكون حذر بس بالذات في اليابان لأنه مدخلوا الخمر في كل حاجة وإذا حصل أنه ما دخلوش الخمر دخلوا لحم الخنزير أو زيت أو شيء مستخلص من الخنزير فمتعبة هذه القضية من بين الأشياء خارج الحياة في اليابان الشيء الذي نحن أتوقع أنه الكل متوقعه وكانت متفاجئة مني أنه العكس تماما إحنا لما نتكلم أو فكرتنا على اليابانيين أنه وصراحة المفاجئة كانت أنه ربما إحنا الشعوب العربية أذكى منهم بكثير بدون مبالغة ربما بعض الحياة نتناقش أنا يوم على أشياء واجه أقولهم الفكرة فلانية ليش ما نعملش يجون تقول أوه والله صح كلامك صح وأنا بالي أنه هذه فكرة عادية يعني ما يقول لك أنه فكرة خرافية أو شيء دولنا متراجعة أنه دولنا كل واحد يجيب فكرة وما ينستقش مع الثاني فتحصل الأفكار تتعارض مع بعض واخرب المشروع بكله هنا في اليابان لا ماشيين على النظام على system إحنا الشيء الفلاني فخلاص نبدأ يوزعها ويفعل مانوال كيف نفعل إذا الشيء يفعل فرضا لما تفعل في الشركات كذب تتواصل مع department فرضا الالكتريكال الميكانيك وغيرها فيفعلوا اجتماعات ويحددوا متى يوم الاجتماعات قبل الاجتماع بشحر قدوم محددين يوم كذا في اجتماع فكل واحد يجهز وتتناقش الطرف الثاني ومشان ايش كل يمشي على جدول معين وإحنا بعض الأجانب نضحك على اليابان نقول انتم من كثرة حقكم الاجتماعات ولا المانوال معكم حتى مانوال للمانوال نفسه بس بقدر ما هي فيها شوية لأنهم فعلا يعني اخذينها لالكستريم البعيد بس فيها ايجابية كثيرة فعلا الامر ما يخرج من عندهم ولو قد هم متقنين وخرج بافضل صورة ممكنة فهذه واحدة من الاشياء الذي نتمني ان الدول العربية تستفيد منها في اليابان اذا واحد قدر ننظم وقته ننظم حياته ننظم التعاملات حقه اهدافي تصل لنقطة معينة حتى وان اخذ منك وقت بس في الاخير يعني على مستوى الذكاء الذي معنا في الدول العربية والله بإمكاننا نحقق المستحيل وهذه مش مبالغة يعني مني مشكور والآن نجي النقطة بسريعة عشان ننتقل بعد هذه للأسئلة هي فرص العمل في اليابان وتكاليف المعيشة هنا كيف تكاليف المعيشة وهل تنصح الطلاب المتخرجين بالذهاب إلى اليابان بالنسبة لفرص العمل انا ذكرت من قبل انه فرصة عمل متوفرة انت اسعي واجتهد شوف الشركات متى يفتحوا التوظيف وقدم على عكس بعض بلادنا العربية ولا حتى بعضهم في ماليزيا ما فيش حاجة اسمها وساطة عندهم ما فيش خاص كل الموظف الفلان يتوسط لي أو كل زميل لك لا احنا معنا سيستيم اتخل في الرابط حقه ومقدم الأوراق حقك وكل حاجة ويمش على النظام نفسه واذا اختاروك بيختاروك تدخل وتواصل تقريبا كل الشركات حق الشركة نفسها هل الأمان أنا أشوفه الأفضل باعتبار أنه بيكون معك امتيازات أخرى بتكون مفيدة كثير وكمان مش بس امتيازات سمعة إنك شغال للشركة الفلانية هنا في اليابان السمعة مهمة جدا 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 يعني تعاملهم أنا قبل ما جي اليابان حصلت لي مشاكل يعني واحدة من الأشيال الذي أنا كنت للمقابلة الثالثة كانت معي مشكلة إنه مقدش أقدم على الفيزا اليابانية لأن المقابلة الثالثة في اليابان لأني أنا ما كانش طالب في ماليزيا كانت كمّل طالب ما عاد كنتش طالب كمّلت الفيزا حقي فكنت أخذ فيزا السفارة فباعتباري مش طالب ما كانش مسموح لي أنه نخرج أعافون باعتباري أنه طالب مش مسموح لأنه أدخل اليابان قدمت لهم أنه جاي عن طريق توشيبا وكذا طلبوا مني ورقة من السفارة عفوا ورقة من الشركة فتوسط مع الشركة جابوا للورقة هذه قدمتها لهم خلال ثلاث أيام الفيزا بيدي فهم يتعاملوا مع الشركات الكبرى لأن هذه شركات كبرى إذا قدرك تسجل عن طريق الشركات الكبرى هذه هو الأفضل إذا شفت أنه فيها صعوبة أو كذا قدم عن طريق الـ Any Hiring Agencies ومثل ما ذكرت طبيعة أنك تقدم أول شي تجيب لهم ملفك تجيب لهم وين اهتماماتك اش اش من مجال اش ربما من دولة أو من مكان هم يشوف إذا معاهم يقول لك كيف موافق أو مش موافق بس بهذه الحالة حتى كنت تشتغل في Toshiba معاشا كنت تستلم من الشركة من Hiring Agency حقك فToshiba تجيب الفلوس للشركة حقك لا وهي بعدين تجيب لك المعاش فهذه بالنسبة للفرص يعني بالنسبة لأنه أنصح أنا مثل ما ذكرت من قبل أنا جدا أنصح experience يعني إحنا الخريجين كل إحنا معانا zero experience فاليابان ما تطلبش منك أي experience يجي يقول لك تعال لعندي أنا بفهمك أنا بأعلمك حتى لو ما دخلتك في شيء في تخصصك أنا بدرسك أساسيات التي ما تحتاجه في شغلك لا تقلقش أنا واحد من السناير السناير حقي في الشغل أو على قول سنباي تخصصه هنسى الطيران لا يوجد أي علاقة بالcontrol instrumentation ماذا قال دخل تعب صحفي أول سنة بس الآن ما شاء الله ماشي والأمور تمام فهذه بالنسبة فهي تعتبر اليابان فرصة بالذات أنهم مقبلين على الأجانب وشتوا أجانب فهي فرصة أنك تحقق أنك تحصل experience إذا حسيت أنك مرتحت مع أن أنا أتوقع ربما السلبية التي قد تترك في اليابان أنه فقط أنها ما أهليش البيئة الاجتماعية كثيرة لأنه أغلب مركزين على الشغل أكثر من كحياة اجتماعية مثل البلادنا فهذه السلبية الوحيدة غالبا غيرها ما فيش أي سلبية تقريبا غير الحلال فاحتمال كبير في البداية قد تتعب بس بعدين بتتأقلم مع اليابان فإذا حسيت أنها تأقلمت كذا استفيد منها خبرة ثم بعد ذلك إذا تنتقل لمكان ثاني ينتقل يكون قد معك ثلاث أربعة خمس سنوات خبرة بتفيدك في السي بي حقك بالنسبة للعمل في اليابان ننسيت تذكر نقطة مهمة جدا صح أنت كلمت على المعاش في اليابان كويس هي العلاقة بالمعاش المعاشات في اليابان فكرتهم أنه يجيب لك الذي تحتاجها للحياة يعني أنت قادر أنا أجيب لك معاش قادر تبني منه قادر سأجل شقة قادر تعيش منه فقط هذا الفكرة الحكومة لهذا سبب نقطة لماذا فكرتهم يشتغلوا كثير لأن طريقة التفكير حقهم أنه يجل ترفع عن نفسك وتخرج وتمشي وأنت صحابك ولا تروح رحلات ضرور تفعل overtime فلهذا سبب تحصل الموظف يشتغل من 7 8 إلى 10 9 لأن أنا أتعب الآن بس بريح نفسي بعدين لما في ويكند أو عطلة بقدر أروح أي دولة ثانية هنا للأسف في اليابان معروف أنه من أكثر الشعوب التي تشرب فهم في ويكند تسرفوا الفلوس فيها فهم يعيشوا حياتهم مستمتعوا بحياتهم يقولوا تبري أفعل overtime واللي حقيق هذه نقطة ثانية كمان مستمتعوا ترجمة نانسي قنقر